أكدت القادية غاد عون في حديث للأو تي في أنها ارتحت كثيراً حين أوقف القاد الحجار حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي لفتة إلى أن الأمر كان عزاء كبيراً لها فأخيراً رأينا خلف القطبان أحد أمراء المنظومة وقد ادعيت عليه ثلاث مرات بجرائم اختلاص وطبيض أموال قالت القادية عون إلا أنها أشارت إلى أنها لن تستكين إلا حين ترى من شارك وغطى رياض سليمي خلف القطبان أيضاً وقالت القادية عون أنا مصر على استجواب رياض سليمي بثلاثة ملفات رئيسية من بينها ملف أوبتيموم حيث يصل حجم الارتكاب فيه إلى ثمانية مليارات دولار وأضافت القادية عون أنه بحسب نص القانون صلاحية مضمونة لأنه تكون إما ضمن المكان الذي ارتكب فيه الجرم إما مكان إقامة المدة عليه وبالتالي ضمن صلاحياتي مئة في المئة وقالت أنا مصر نعم أنا مصر وأعتبر أن لا معنى لتوقيف سليمي إذا لم تنفذ الأجهزة الأمنية إشارتي على رغم التعميم الباطل لاستجوابه القادية عون شكرت جميع الناس الذين قدروا عملها وتعاطفوا معها ما عوض لها كل الاضطهاد والافتراء والكذب الذي تعرضت له وختمت حديثها عبر الأوتيفي بالقول محبة الناس أكبر وسام على صدري وأعدهم بأن أكمل لآخر رمق وسأقوم بكل جهدي لإحقاق الحق وأين تكن الألعيب والفبركات والخطط التي مظهرها قانوني لكن باطنها خبيث أنا مستمرة بعملي بالقانون بالحق لرفع الظلم عن الشعب اللبناني الذي سرقت أمواله ولملاحقة ليس فقط رياض سليمي إنما أيضا شركاء رياض سليمي لأنه ما كان استطاع يقوم بما قام به لو لم يكن مغطى ومحميا ولو لم يكن هناك نفذون يستفيدون شكرا